موسيقى السلام عليكم طلابنا العزاء من فضايات العراق التربوية نرحب بكم ونقدم لكم درس لمادة شبكات الحاسوب المرحلة الثالثة قسم شبكات الحاسوب اليوم درسنا هو الفصل الأول الشبكات اللاسلكية درس الفصل الأول الشبكات اللاسلكية لو نجي شبكات اللاسلكية نعرفها هي الشبكات الأكثر استخداما في الوقت الحاضر وتستخدم الفضاء كوسط لنقل البيانات وتستخدم كذلك كمية قليلة من الأسلاك وذلك لربط الأجهزة ومعدات في محطات الإرسال نجي الآن ناخذ مميزات الشبكات اللاسلكية لو نجي ناخذ مميزات الشبكات اللاسلكية نلاحظ أن مميزات الشبكات اللاسلكية أولا سهولة النقل تتمثل سهولة النقل في استخدام الحاسب المحمول أو الهاتف النقال في عملية الاتصال بالشبكات في عملية اتصال بالشبكات ثانيا أدنى سهولة التثبيت الشبكات اللاسلكية بما أنها تستخدم كمية قليلة من الأسلاك فلذلك تكون سهلة في عملية التثبيت لا تحتاج منها سوى اسم الشبكة وعطائها كلمة المرور الباسورد ثالثا اتساع منطقة التغطية تتميز الشبكات اللاسلكية بأنها تستطيع أن تغطي مناطق واسعة تستطيع أن تغطي مناطق واسعة بحيث يساعد في إمكانية الاتصال بين الأجهزة المحمولة بعد أن أخذنا مميزات الشبكات اللاسلكية الآن ننتقل إلى عيوب الشبكات اللاسلكية ما هي عيوب الشبكات اللاسلكية لو نأتي إلى عيوب الشبكات اللاسلكية أول عيب من عيوب الشبكات اللاسلكية هو التشويش نلاحظ أن الشبكات اللاسلكية تتأثر بالأجهزة التي تستخدم الموجات الراديوية مثل أجهزة المايكرويف مثل أجهزة المايكرويف ثانياً عندنا الهجمات الأمنية نلاحظ أن شبكاتنا اللاسلكية إذا لم تكن مؤمنة بكلمة مرور قوية تتعرض إلى عمليات الهجمات الأمنية وتتعرض إلى التخريب وثالثاً عندنا هو استراق السمع أن عملية استراق السمع هي ليس تخريب الشبكة وإنما الدخول إلى الشبكة ومعرفة محتوياتها وذلك بدافع الفضول ليس إلا بعد أن أخذنا شباب عيوب ومميزات الشبكات اللاسلكية الآن نتطرق إلى استخدامات الشبكات اللاسلكية نلاحظ أن الشبكات اللاسلكية تستخدم في أربعة أماكن أولاً تستخدم في الأماكن المزدحمة تستخدم في الأماكن المزدحمة مثل صالات المطارات والمولات والكافيتريات وثانياً تستخدم من قبل الأشخاص الكثيرين تنقل مثل رجال أعمال نلاحظ أن رجال أعمال كثيرة تنقل فيستخدمون الشبكات اللاسلكية لسهولتها ثالثاً تستخدم في الأماكن التي يحدث فيها تغيير مستمر في تصميمها المعماري مثل استوديوهات التصوير ورابعاً تستخدم في الأماكن والمباني التاريخية لأن وضع الأسلاك يؤثر عليها ويغير من معالمها التاريخية إذن تستخدم في الأماكن التاريخية وذلك للحفاظ على هذه الأماكن التاريخية من التغيرات بعد أن عرفنا استخدامات الشبكات اللاسلكية الآن ننتقل إلى أنواع الشبكات اللاسلكية طبعاً عدنا أربعة أنواع من الشبكات اللاسلكية الشبكات اللاسلكية الشخصية اللي نسميها WPAN Personal Area Network وثانياً عندنا الشبكات المحلية اللي هي Wireless Local Area Network وعندنا رابع ثالثاً الشبكات المدن اللاسلكية نسميها Wireless Metropolitan Area Network Wireless Metropolitan Area Network ننتقل إلى هذه الأنواع من الشبكات اللاسلكية لو نجي ننتقلها ونأخذها كل وحدة ونعرف مميزاتها أولاً الشبكات اللاسلكية الشخصية قلنا يسموها WPAN أولاً تكون قدرة إرسالها محدودة حيث تراوح المدى مالتها من 1 إلى 10 متر إرسالها من 1 إلى 10 متر ثانياً تستخدم في اتصال الحاسوب لاسلكياً مع بعض الأجهزة الطرفية مثل الطابعات أو الماسح الضوئي وثالثاً تستخدم فيها تقنيات البلوتوث أو الانفراريت البلوتوث كلنا نعرف البلوتوث تقنية موجودة في الأجهزة النقالة وكذلك الانفراريت وهو عملية الريموت التي يتم فيها تغيير الأعدادات ثانياً عدنا بعد أن عرفنا الشبكات اللاسلكية الشخصية عدنا الشبكات اللاسلكية المحلية نسميها Wireless Local Area Network هذه الشبكات يكون مدها أكثر من الشبكات الشخصية حيث يتراوح مدها إلى 35 متر وتستخدم تقنية الواي فاي وذلك تسمى في بعض الأحيان بشبكات الواي فاي ثانياً تستخدم الموجات الراديوية لنقل بيانات يعني هذه الشبكات ستستخدم الموجات الراديوية لنقل بيانات وثرعاً نقل البيانات تتراوح من 11 إلى 240 ميجابيت بالثانية ثالثاً لها القدرة على اختراق الجدران والحواجز غير المعدنية إذن لها قدرة على تخترق الجدران والحواجز غير المعدنية ثالثاً عدنا شبكات المدن اللاسلكية اللي نسميناها وايرليس متروبوليان ان ايريا نتورك هذه الشبكات لها القدرة على تغطية مساحة أكثر من الشبكات المحلية حيث تقوم بتغطية مساحة مدينة أو أكثر من المدينة وتستخدم تقنية الواي ماكس تستخدم تقنية الواي كس واكس فذلك في بعض الأحيان تسمى بشبكات الواي ماكس وثالثاً تستخدم الشبكات أبراج الهاتف النقال ويتم استلام الإشارات عن طريق الأطباق اللي تسمى بالدش رابعاً عدنا الشبكات اللاسلكية الموسعة اللي نسميها وايرليس وايد ايريا نتورك هذه الشبكات اللاسلكية تتميز بأنها تغطي مساحة أكثر من الشبكات اللاسلكية الأخرى وتستخدم عادة شبكات الهواتف النقالة وتستخدم الأجهزة الموجات اللاسلكية وكذلك تستخدم الأقمار الصناعية في هذه الشبكات يتم انتقال الإرسال من الشبكات الشخصية إلى الشبكات المحلية وإلى شبكات المدن بعد أن عرفنا طلابنا العزاء ما هي أنواع الشبكات اللاسلكية الآن نأخذ طرق ربط الشبكات اللاسلكية عدنا طريقتين لربط الشبكات اللاسلكية الطريقة الأولى هي نسموها الطريقة الخاصة بالإنجليزي تسمى ADHawk هذه الطريقة يتم ربط حاسبة بحاسبة عن طريق كارت الشبكة وهي مشابهة للربط شبكة الندل الندل نسميها peer-to-peer بالشبكات السلكية الطريقة الثانية هي طريقة الربط المركزي نسميها طريقة الربط المركزي الفريس تراكتشار طريقة الربط المركزي الفريس تراكتشار هذه الطريقة هي طريقة الربط المركزي نسميها الفريس تراكتشار في هذه الطريقة يتم استخدام جهاز مركزي واحد أو أكثر ويتم ربط الأجهزة به وهذه تكون مشابهة للربط النجمي في الشبكات السلكية مشابهة للربط النجمي في الشبكات اللاسلكية بعد أن عرفنا طرق الربط التي هي طريقتها طريقة الربط الخاص وطريقة الربط المركزي ننتقل إلى أنواع بطاقات التوصيل للشبكات اللاسلكية أنواع بطاقات التوصيل للشبكات اللاسلكية أنواع بطاقات التوصيل مثل ما نشوفون هذه الصور أولاً أول بطاقة هي نسميها بطاقة PCI هذه البطاقة تستخدم مع الحواسيب الشخصية تستخدم مع الحواسيب الشخصية حيث نقوم بتثبيتها في شق موجود شخص موجود في اللوحة الأوم اللي نسميها ماذربورد وتحتوي هذه البطاقة أما ربما تكون تحتوي على هواء داخلي أو تحتوي على هواء خارجي حسب نوعية وكما موضح فيه هنا هنا عندنا نوعيتين هاي ما تحتوي على هواء هواء داخلي عفو تحتوي وهنا تحتوي على هواء خارجي البطاقة الثانية هي بطاقة PCMCI طلاب كما تلاحظون أنه ونحن هنا نستخدم دائما المختصرات هذه البطاقة تستخدم مع حواسيب اللابتوب تستخدم مع حواسيب اللابتوب البطاقة الأخيرة عندنا هي بطاقة USB USB هنا عندما لا نريد أن نفتح الحاسبة فنقوم بجلب بجلب فلاش هاي صورته موجودة هنا هذا نستطيع عن طريقه أن نستطيع عن طريقه أن نستطيع عن طريقه أن نوصل الشبكات اللاسلكية عندنا ثالثة عندنا نقطة الاتصال نقطة الاتصال طبعا هاي نقطة الاتصال من الأجهزة القديمة فتستخدم لدخول وهذا لدخول إلى الأنترنت وهذا شكلها في الوقت الحاضر طبعا قليلة الاستعمال تعتبر جهاز نصف مزدوج الاتصال نسمي هالف دوبليكس أي نرسل البيانات في وقت ونستنمي البيانات في وقت آخر وهي تكافئ الهط المجمع المركزي أو السويتش اللي هو المحول في الشبكات السلكية في الشبكات السلكية بعد أن عرفنا احنا عدنا هنا من نريد نسوي اعدادات لنقطة الاتصال أول شيء يجب أن نعطي اسم لهذه الشبكة فهو مختصر الـ SSID هو الاسم الذي هو الشرح الذي تستخدمه الشبكة للعنان على وجودها وهو الاسم الذي يستخدم المتواجدون بالقرب منك وعدنا من الإعدادات المتقدمة كذلك الملقم الديناميكة عندما يكون لدينا عدد كثير من الأجهزة هذه الأجهزة لإدخال عناوينها تأخذ وقت فلذلك نستخدم هذه التقنية التي تكون تقنية أوتوماتيكية بهذا أعزائي الطلاب ننتهي من درسنا لهذا اليوم ونتمنى أن نتقي بكم في درس آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر